ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبية والتعاون الإسباني خوسي مانويل ألا بارس وحيث ثمن الرئيس السيسي موقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية هذا واتفق الجانبان على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار تدهور في الأوضاع الإنسانية ويفتح الطريق نحو مصاري تحقيق السلام على أساس حل الدولتين كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى أفق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية والإتثارية ومن جانبه أكد الوزير الإسباني تأييد ودعم بلاده الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكدا محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي الموقف المصري الداعي لعدم توسيع دائرة الصراع بالمنطقة ودروات وقف التصعيد للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب الشرق الأوسط وخلال استقباله وزير خارجي الإيراني عباس كاراجيجي أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والأتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين ومن جانبه أعرب الوزير إيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة مشيدا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المصارات كما نقل عراجيجي تحيات وتقدير الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للرئيس السيسي وهو ما ثمنه الرئيس السيسي وتم الاتفاق على أهمية استمرار المصاري الحالي لاستكشاف أفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الوقت قد حان المضي قدما بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأضف بايدن أن ذلك التطور زاد من أمال اهتجاه أفاق ووقف إطلاق النار مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى منازلهم أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مقتل زايم حركة حماس يحيى السنوار وقال نتنياهو أن السنوار قتل في رفح على أيدي الجيش الإسرائيلي وكذا أن هذا لا يعني نهاية الحرب في غزة بل بداية النهاية قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أن الجميع تقريبا في قطاع غزة يتدورون جوعا وهذا وضع غير إنساني ودع أدهانوم إلى إيصال فوري لمساعدة إنسانية إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى علاج عاجل مجددا دعوته لوقف إطلاق النار أعلن حزب الله اللبناني إطلاق مرحلة جديدة وتصعودية في المواجهة مع إسرائيل مؤكدا للمرة الأولى استخدام صواريخ دقيقة لاستهداف قوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل وأجاء في بيانة للحزب أن عناصره يستهدفون تجمعات جيش الإحتلال الإسرائيلي في المواقع وثكنات العسكرية على طول الحدود وفي المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال باستخدام مختلف أنواع الصواريخ